اشتركوا في القناة تلقى مانشستر سيتي ضربة مجيعة قبل انطلاق الموسم باصابة الوفد الجديد الدولي الجزاري رياض محرز وتعرض محرز للاصابة خلال مواجهة بايرن ميونيخ التي فاز بها فارقه بثلاثة اهدف مقابل هدفين ضمن بطولة الكاس الدولية للابطال واصيب محرز في الكاحل بالدقيقة الثمينة والعشرين وخرج من ارض الملعب ومن المقرر ان يجري اللعب فحصا طبيا في الساعة المقبلة للكشف عن تفاصيل اصابته وانتقل محرز هذا الصيف لصفوف الستزان قادما من لستر سيتي مقابل ستين مليون جنيه استرليني اعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني قراره نهائي حول مستقبل لعب الفريق الكولومبي خمس رودريغز واكد كارل هينز رومينغي الرئيس تنفيذي للنادي خلال تصريحته لموقع النادي الرسمي ان حامل لقب البوندزليغا قرار تفعيل بند شراء النهائي الموجود في عقد رودريغز وكان خمس قد صرح انه سعيد في ميونيخ ولا يفكر سوى في الفريق وانضم رودريغز الصيف الماضي لصفوف بايرن ميونيخ على سبيل الاعارة لمدة موسمين من ريال مدريد وحل قرار بايرن ضمه بشكل نهائي يسدد مبلغ اثنين واربعين مليون يورو للملك كشفت تقارير صحفية اسبانية عن تفاصيل الاصابات التي تعرض لها ثنائي فريق بارشلون اندريغومز ودينيس سوريز خلال ودية توتنهام وبحسب اذاعة راديو كتالونيا الاسبانية فان الفحوصات الطبية كشفت عن غياب اندريغومز لمدة شهرين واضافت دينيس سوريز سيغيب لفترة تتراوح بين اسبوعين وثلاثة اسابيع وشارك ثنائي في المباراة الودية ضد توتنهام الانجليزي التي انتهت بالتعادل الاجابي بهدفين لكل فريقا قبل ان يتم اللجوء لركلات الترجيح التي فاز بها بارشلون بنتجة خمسة ركلات مقابل ثلاثة ذكرت تقارير صحفية اسبانية عن الفرنسي عثمان تيمبلي لعبي فريق بارشلون على اعتاب ازمة جديدة مع ادارة النتال كتالونية وبحسب صحيفة اسبورت الاسبانية فان ديمبلي منزعج بسبب تعاقد ادارة النادي مع البرازلي مالكوم لعبي باردو الفرنسي السابق واضافت وكيلو ديمبلي سوف يسافر الى بارشلون من اجل عقد جلسة مع ادارة النادي للاستفسار عن وضع موكله واشارت الصحيفة الى ان ادارة بارشلونات تضع ثقتها في ديمبلي وانه سيكون من ابرز اللاعبين في الفترة المقبلة يذكر ان ديمبلي يقضي عطلته في الفترة الحالية بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق لقب مونديال روسيا هذا الصيف وبالتالي لن يشارك في كاس السوبر الاسباني ضد ايشبيليا ذكرت تقارير صحافية ايطالية ان الارجنتيني جونزلو هيغوين سيصل لمدينة تورينو من اجل اتخاذ قرار حاسم بشان مستقبله وافدت عدة تقارير باقتراب هيغوين من الراحل عن صفوف فريقه يوفنتوس الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل اهتمام ميلان واتشلسي بضمه وبحسب صحيفة كالتشو ميركاتو الايطالية فان هيغوين سيصل ايطاليا برفقة شقيقه نوكولاس والذي سيكون جزا حيويا من المفاوضات مع الانتية الاخرى واضافت الصحيفة هيغوين يريد راتبا سنويا بقيمة ثمانية ملايين يورو ولم يتوصل لاتفاق مع ميلا حتى الان ولكن تواجد شقيقه قد يسرع من المفاوضات واشارت الصحيفة الى ان هيغوين يميل الى الانتقال لصفوف تشلسي وستكون الايام المقبلة حاسمة لمستقبله تلقى نادي مانشستر يوناتد الانجليزي صدمة كبيرة بسبب اصابة مدافعه الدولي كريس سمولينغ في عملية الاحماء قبل خوضه مباراة لفربول الودية في بطولة الكاس الدولية الودية وقالت شبكة اي اس بي ان الشهيرة ان اللعب خلال عملية الاحماء تعرض لاصابة اجبرت المدرب البرتغالي جوزي مورينيو على اجراء تغيير في تشكيلة الفريق الاساسية واختار مورينيو المدافع الدولي ليحل بدلا من اسمولينغ والذي لم يكن في قائمة المباراة امام ليفربول والتي اعلنت قبل ساعة من بداية اللقاء واكد النادي من خلال بياننا ان اصابة اسمولينغ غير محددة حتى الان ولكن من المتوقع ان تكون بسيطة وتم استبداله كاجراء وقائيا حتى لا تتفاقم الاصابة في حال مشاركته ويعني منشستر يونيتد في الفترة الحالية من كثرة الاصابة بالفريق حيث لديه اصابتين لكل من انطونيو فالانسيا ولوكشو كشف التقارير صحفية ايطالية عن تواصل نادي تشيلسي الانجليزي مع البوسني ميرالين بيانيتش لاعب خط وسط تشيلسي لمعرفة موقفه من امكانية الانتقال لليبلوز هذا الصيف وافد موقع كالتشو ميركاتو الايطاليان بيانيتش قد رفضت شيلسي في وقت سابق من هذا الصيف واوضح التقرير ان النادي لنداني لم يتفاوض مع نظيره الايطالي لكنه تواصل مع لاعب خط الوسط ليفهم ما اذا كان سيقبل انتقاله الى ستانفورد بريج ومن المعروف ان يوفينتوس لا يجبر لعبيه على البقاء لذلك اذا قال بيانيتش انه يريد الرحيل فسيكون هناك مجالا للتفاوض حل وصول عرض مناسب ومع ذلك اوضح البوسني انه سعيد في تورينو ولم يكن مهتما بتشيلسي ومن المتوقع ان يقدم يوفينتوس عقدا جديدا للاعبه حدد جوليلو بوتيك المدير الفني لريال مدريد ما يحتاجه الفريق بعد رحيل كريستيانو رونالدو صوب يوفينتوس واكدت صحيفة ماركا انه بعد تحليل شامل الاحتياجات الفريق يعتقد لو بوتيكي ان ريال مدريد يفتقد لمهاجم من النوع القاتل امام المرمع واضفت ان لو بوتيكي ما سرور باداء كريم بنزيمة وكريثبال خلال اول اسبوعين من العمل ولكنه يعلم ان الموسم طويل جدا وان هناك اصابات محتملة ولذلك يريد مهاجما اخر وواصلت بنظر لما حدث خلال بداية الموسم الماضي سندرك ان طلب المدرب الفني للميرينغي منطقي وتابعت مع اصابة بل حتى شهر نوفمبر الماضي خسر الفريق العديد من النقاط في بطولة الدورية واشارت الان لو بوتيكي يتوقع ان اتى ابال وبنزيمة سيرتفع هذا الموسم لكن المدرب يفتقد لمهاجما من طراز حاسم يدرس لاسباني دافت سيلفا جناح منشستر سيتي بطل الدوري الانجليز يعتزل اللعب الدولي مع منتخب بلاده لكن قبل القيام باي خطوة مفاجئة يتطلع سيلفا لاستشارة مواطنه بيبي جوارديولا مدربه في الستي وكان سيلفا 32 عاما جزا من الجيل الذهبي لاسبانيا الذي توج بلقب كاس العالم 2010 ويورو 2012 لكن بعد المسيرة المحبطة للمتدور الاسباني في مونديال روسيا والخروج من ثمن النهائي يفكر سيلفا في وضع حدا لمسيرته الدولية واشار بصراحة لا اعرف اذا كنت سأستمر في منتخب اسبانيا ام لا انه امر علي حسمه في الايام القادمة او في الاسابيع المقبلة علق دييغو سيميوني المدير الفني لاتلاتيكو مدريد على التسريب الصوتي لمحادثة مع مساعده حول تفضيله لكريستيانو رونالدو ناجم يوفينتوس على ليونيل ميسي لعب برشلونة وسربت صحيفة اسبانية بهذا الخصوص محادثة بين سيميوني ومساعده جيرمان عبر تطبيق واتساب اثناء مونديال روسيا ونقلت صحيفة ماركا تصريحة سيميوني وقال نعم لقد قلت اني افضل رونالدو على ميسي ولكن اذا كان الاختيار بين ميسي وكريستيانو ساختار ميسي بالتأكيد وتابع الحديث بيني وبين جيرمان كان بين صديقين وليس الحديث عن افضل لعب في العالم اذا كان الفريق عاديا ويملك لعبين عاديين فسيكون التعاقد مع رونالدو افضل ولكن ميسي محاط بلعبين رائعين سيظل الافضل في العالم شاركنا برأيك شكرا شكرا